الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم أبناء التلاميذ متابعية الأفاضل في قناتكم قناة التميز في العنوم الطبيعية للطور المتوسط ألتقي بكم اليوم مجدداً في فيديو جديد هذا الفيديو فيه تساؤلاتكم التي قمتم بطرحها على الفيديو السابق والإجابة عليها إذن شكراً لكم على مشاركتكم كانت أسئلة كثيرة ومتنوعة وبإذن الله ستعم الفائدة ونبدأ بأول سؤالين مع السؤال الأول من كوكي لوري والسؤال الثاني من السامورايزم كلاهما يطرح سؤال عن إمكانية دخول الذات والذات والمناعة في البيام نقول بأن دخول الذات والذات والمناعة لا نقول منع كلها ولكن الدروس الأخيرة الاعتدال الثمنائية والذات والذات ربما هي دروس مستبعدة بحكم أن الكثير من الأساتذة كانوا في إضراب ولكن هذا لا يعني أن لا نعمل طلة خفيفة على دروس المناعة لذلك أقول ركزوا على التقضية والاتصال العصبي والدروس الأولى إلى غاية التفاعل الالتهابي بنسبة 99% وباقي الدروس قوموا بطلقاتها زميلتكم هاجر تسأل في تحليل منحنة عندما لا يطلب تفسير في تحليل منحنة لا نفسر أي نقول تزايد أو تناقص إلى غير ذلك إذن الجواب يكون كالتالي الإجابة تكون على قدر السؤال إذا لم يطلب تفسير فلا داعي للتفسير شيء تسأل أستاذة لاذا كي يصاب النخاء الشوكي يكون أحيانا شخص يمكن أن يحرك أطرافه وأحيانا أخرى لا يمكن الإجابة تكون كالتالي يرجع ذلك لمكان الإصابة من النخاء الشوكي هناك فرق بين أن تكون الإصابة في أعلى النخاء الشوكي وفي أسفل النخاء الشوكي لماذا نتكلم عن اختلاف الإصابة واختلاف شلل نعلم بأن النخاء الشوكي يعتبر كممر للرسالة العصبية الحركية في الحركة الإرادية وأيضا كل الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة عصبية حركية في الحركة الإرادية ومنه إذا كانت الإصابة في الأعلى من النخاء الشوكي يحدث شلل للأطراف العلوية والسفلية مع بعض وإذا كانت الإصابة بالأسفل من النخاء الشوكي فيحدث شلل للأطراف السفلية فقط ومع سؤال آخر لهاجر أستاذة أين يتواجد الليف العصبي هل في المخ إذن ركزوا معي جيدا الليف العصبي يوجد على مستوى الأعصاب لأن الأعصاب هي عبارة عن حزمة من الأعلياف ويشكل أيضا جزء من العصبون العصبون كما نرى في السرعة الأسفل يتكون من جسم خلوي ومن الألياف عصبي في الدماء والنخاع الشوكي توجد العصبونات وتوجد الأعصاب مثل توجد الألياف أيضا في الأعصاب مثل العصب البصري الذي يتقون من ألياف حسية بالنسبة لدرسة حول الأغذية في الأنبوب الهضمي سأشرح لكم بإذن الله تعالى في فيديو لأنه يحتاج إلى شرح معمق وننتقل إلى السؤال الموالي زميلتكم أيضا تسأل ممكن في معادلة التخمر لا نكتب السيغة للكحول نكتب فقط كحول بالكلمات الإجابة بما أنها معادلة كيميائية يجب كتابة السيغة العلمية للكحول أي كحول إيطانون احفظوا المعادلة الكيميائية كما هي لا يكفي كتابة كحول الإيطانون فقط إذن أذكر توجد لدينا فقط ست معادلات معادلة التنفس معادلة التخمر والمعادلات التي تحدث على مستوى الأسناء خلائوية وعلى مستوى الخلايا مع الهيموغلوبي زميلكم علاء يسأل أستاذ ممكن جدول البكتيريا الممرضة والنافعة فقط إذا نركز معي لدينا الميكروب وتصنيفه بالنسبة للميكروبات يوجد أربع أنواع من الميكروبات لا نقول جدول البكتيريا وإنما نقول الميكروبات لأن الميكروبات تشمل البكتيريا والفيروسات والفطريات ووحدات الخليعة البكتيريا فيها الممرضة مثل بكتيريا الكزاز التي درسنا عليها ومنها البكتيريا النافعة مثل بكتيريا القولون التي تعيش في القولون وتساهم في القضاء على الميكروبات التي تتسلل إلى الجهاز الهضمي الفيروسات كلها ممرضة لا يوجد أي فيروس نافع مثل فيروس كورونا، فيروس السيدة، فيروس الزكام إلى غير ذلك الفطريات تنقسم الفطريات إلى أعفان وخمائر الأعفان إذن من بينها أفن الخبز وهو ظار وأيضا هناك النافعة مثل الفطر البنسيليوم ويستخدم في الصناعة السيدلانية وأيضا الخمائر هي نافعة مثل خميرة الخبز أخيرا الوحيدات الخلية هو نوع من الميكروبات ذو خلية واحدة وكلها ممرضة لا يوجد منها نافع مثل الأميبيا ومثل البراميسيوم الذي يعيش في المستنقعات وننتقل إلى سؤال آخر إذن زميلتكم تسأل أو تريد تمانين عن التنفس والتخمر بإذن الله سأنشرها سأجمعها لكم وأنشرها بإذن الله تعالى نشرتها في مواضيع ولكن بإذن الله سأجمعها وأنشرها لكم بإذن الله تعالى زميلتكم تسأل أو تبحث عن وضعية إدماجية عن التغذية أغلب المواضيع التي نشرتها بها وضعيات حول التغذية ولكن بإذن الله تعالى سأجمع لكم الوضعيات حول التغذية وأنشرها لكم وننتقل إلى سؤال آخر لزميلتكم هاجر تقول أين يوجد الوسط الداخلي في جسم الإنسان الوسط الداخلي هو جزء من جسم الإنسان وهو مجموع سوائل الجسم الثلاث المتمثلة في الدم واللمف واللمف البيني وهناك أيضا من يسميه السائل البيني إذن الصورة أو الوثيقة أمامكم إذن الشعارة الدموية بها دم يخرج منها سائل بيني يدور بين الخلائل لذلك يسميه سائل بيني يدور بين الخلائل لزودها بالمغذيات ويخلصها من الفضلات العزوتية كالبولة وحمض البولة والكرياتينين ثم يدخل هذا السائل البيني في البعاء اللمفوي ليشكل اللم إذن هذا هو الوسط الداخلي وننتقل إلى سؤال آخر من زميلكم يقول ما الفرق بين الاستمصال واللقاح إذن العون المناعي نفسه اللقاحات والأمصال إذن المصل عبارة عن مجموعة من الإرسام المضادة النوعية الجاهزة تعطى للمريض بهدفه أو بهدفه العلاج أما اللقاح هو حقن الشخص السليم بمولد ضد يعني ميكروب أو جزء من ميكروب إذن نقول بمولد ضد فقد فعاليته الممرضة أي يصبح غير ممرض بهدفه تحفيز الجهاز المناعي على إنتاج أرسام مضادة للتصدي لنفس مولد الضد الممرض في حالة دخوله كمثل درسنا التوكسين والأناتوكسين إذن الأناتوكسين هو عبارة عن اللقاح عند حقنه يحفز الجهاز المناعي على إنتاج أرسام مضادة أما الفرق بين اللقاح والمصل فاللقاح مفعوله نوعي والمصل أيضا مفعوله نوعي بالنسبة للقاح يكسب الجسم مناعة نشطة لأنه يحفز الجهاز المناعي على إنتاج أرسام مضادة أما المصل فمناعة سلبية لأنها مناعة منقولة اللقاح المناعة مكتسبة ببضع أما المصل فمناعة منقولة فورا مفعول اللقاح مفعول دائم يدوم عدة شهور إلى عدة سنوات أما مفعول المصل فمؤقت فقط بضع أسابيع اللقاح يستعمل للبقايا والمصل يستعمل للعلاج إذن كان هذا هو الفرق الموجود بين اللقاح والمصل وكان هذا تعريف الاستمثال واللقاح ويدخل ضمن العون المناعي إذن زمينتكم تسأل كيف نفرق زمرة شخص مع التعليل أولا عليكم أن تحفظوا مخطط نقل الدم حتى تعرفوا الزمرة لمن تعطي ومن من تستقل ثم سنشرح الآن كيف تتعرفون على الزمرة من خلال مثلا كثل وثيقة الموجودة بين يدي أولا إذا وجدتم تخثر دائما عند مضاد الريزوس أو مضاد الدي فاعرفوا بأن الزمرة موجبة إذا لم يحدث تخثر مع مضاد الدي أو مضاد الريزوس فالزمرة سهربة هذا أول شيء ثانيا أين يوجد تخثر نفرض أنه وجد تخثر مع الأونتي A فالزمرة A نفرض أنه وجد تخثر مع الأونتي B فالزمرة B إذا وجد تخثر مع الأونتي A والأونتي B فالزمرة الدموية هي AB وإذا لم يوجد تخثر مع الأونتي A ولا الأونتي B فالزمرة الدموية هي O إذن نحدد الزمر الدموية ثم نحدد هل موجبة أو سالبة حسب الرزوس فقط لمزيد منها الشرح يمكنكم الرجوع إلى الفيديو الذي نشرته اليوم حول الذات واللذات مع تمرين تدريبي يساعدكم على فهم الزمر الدموية وننتقل لسؤال الموالي ومع زمينكم إسلام يسأل عن العون المناعي إذن العون المناعي نفسه اللقاحات والأمصال قلنا المصل عبارة عن أرسام مضادة أو الاستمثال عبارة عن أرسام مضادة نوعية جاهزة تعطى للمريض بهدف العلاج أما اللقاح فهو حقن الشخص السليم بمولد ضد فقد فعاليته الممرضة بهدف تحفيز الجهاز المناعي على إنتاج أرسام مضادة للتصدي لنفس مولد ضد الممرض في حالة دخوله وننتقل للسؤال المواري ومع زميلكم يسأل عن تقبل الطعوم إذن يقبل الطعوم في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا كان من نفس العضوية ثانيا إذا كان من توأم حقيقي وأخيرا إذا كان الشخصين من نفس الزمرة أولا ويحملان نفس المحددات أي يوجد توافق بين الأنسجة وهذا بإذن الله سأعيد شرحه لكم بإذن الله لا يمكن للهيموغلوبين أن يرتبط به على مستوى الخلايا إلا إذا انفصل عن غاز ثاني أكسل كاربول وبالتالي أكتبوا المعادلتين معا كما كتبتموهم في الدرس إلا إذا طلب منكم معادلة اتحاد الهيموغلوبين مع غاز معين في مكان معين وننتقل لسؤال زميلكم على زميلكم يقول لم أفهم الخلايا التائية أو الالتي جيد إذن سأشرح لكم أولا الخلايا اللنفوية التائية الالتي هي عبارة عن قريات دم بيضاء تتدخل في القضاء على أولا الخلايا السرطانية ثانيا خلايا الطعم ثالثا الخلايا المصابة التي تم اختراقها من طرف الفيروسات والميكروبات بسبعة عامة حيث تتكاثر عند وجود هذا النوع من الخلايا إذن تتكاثر الخلايا اللنفوية التائية إلى خلايا لنفوية تائية قاتلة LTC وخلايا ذاكرة التئام حيث تتقرب الخلايا القاتلة LTC من الخلية المصابة وتحدث بها ثقبا وتفرز بها مادة كيميائية تجعلها تتحلل في ربع ساعة أو في أقل من ساعة إذن فالخلايا اللنفوية التائية تقضي على الخلايا المصابة خاصة التي تم اختراقها من طرف الميكروبات وننتقل لسؤال زميلكم إسلام إسلام أيضا سأل نفس السؤال وهو الذات واللذات إذن الذات واللذات نشرته في فيديو لكم اليوم يمكنكم الرجوع إلى الفيديو مع ذلك سأشرح لكم شرحا مختصرا إذن الذات واللذات أو نقصد به الزمرة الدموية بدرجة الأولى إذن أول شيء عليكم أن تحفظوا مخطط نقل الدم حسب نظام الابي او وحسب نظام الريزوس حتى تعرفوا الزمرة الدموية لمن تعطيه وممن تستقبل إذن أشرح لكم شرحا بسيطا فقط إذا وجدتم تخطر مع الان تي دي أو مع مضاد الريزوس فعرفوا بأن الزمرة الدموية موجبة إذا وجدتم عدم تخطر فالزمرة الدموية السالبة إذا وجدتم تخطر مع الان تي ا فالزمرة الدموية ا إذا وجدتم تخطر مع الان تي بي فالزمرة الدموية ب وإذا وجدتم تخطر مع الان تي ا والان تي بي فالزمرة الدموية ا ب وإذا لم تجدوا أي تخطر لا مع الان تي ا ولا مع الان تي بي فالزمرة الدموية ا وننتقل لسؤال الموالي زميلتكم تسأل عن الحساسية أقول أنه مستبعد أن تدخل الحساسية لكن ركزوا على مقطع التغذية والاتصال العصبي بدرجة 99% وراجعوا الدروس الأولى من المناعة أما الدروس الأخيرة من المناعة فالتضرب عليها طلة خفيفة وننتقل السؤال الموالي من زمينتكم خيرا تقول ما هو الفرق بين العصب والعصب إذن ركزوا معي في هذا السؤال إذن العصب هو الخلية العصبية المكونة للجهاز العصبي ونجده بالدماغ والنخاع الشوكي ولا نراه بالعين المجردة أما العصب فهو حزمة من الشعيرات الرقيقة التي تدعى بالألياف العصبية ويربط بين الأعضاء الحسية كالعين والأنف والجلد والمراكز العصبية المتمثلة في الدغاء في الدماغ والنخاع الشوكي ويمكن رؤيته كما رأينا ذلك في قطع العصب الوركي عند الضبنة إذن والصور موجودة أبابكم يمكنكم التفريق من خلالها بين بنية العصب وبين بنية العصبون إذن العصب يتكون من ألياف عصبية والعصبون يتكون من جسم خلوي ومن ألياف عصبية ويمكنكم الرجوع أو حفظ جيدا هذه الرسومات لأنكم ستحتاجون إليها قد تعطى لكم وثيقة ويطلب منكم وضع البيانات وننتقل للسؤال الموالي والذي يتضمن أستاذة هل صحيح في زرع الطعوم إذا كان للجلد مثلا نفس محددات الذات لذا لدى المعطي والمستقبل يعتبر الجسم ذلك الجلد من الذات وإذا كانت ليس لهم نفس الوسمات أو محددات الذات فنعتبره من اللاذات وتنشط الخلايا التائية أي تبدأ بالاستجابة الخلوية الجواب نعم صحيح قد يكون هناك تشابه في محددات الذات أو الوسنات بين شخصين من دولتين مختلفتين ويقبل الطعوم دون شروط في الحالات التالية إذا كان من نفس الشخص وفي حالة التوأم الحقيقي وفي حالة عدم توفر هذا نبدأ بالتعرف على توافق الزمار الدموية ثم توافق الأنسجة خاصة في عملية زرع الأعضاء وننتقل لسؤال الموالي إذا الأستاذة من فضلك في 81 قال لك خلفت بقاء شوكا في موضع الجرح تعفنة في موضع الإصابة وبعدها مد منحنة في ارتفاع كمية سموم كي وصلت لليوم الثالث ولاس الكمية ثابتة وقال لك فسر أعراض تعفن الجرح فما هو سبب التعفن إذن نأتي إلى الجواب أعراض تعفن الجرح نفسها مظاهر التفاعل الالتهابي المتمثلة في الإحمرار والانتفاخ والألم إلى غير ذلك أما تفسير التعفن فيرجع إلى أن التعفن أو العفن أو القيح أو الصديد هو نفسه مزيج من الابلازمة وبكتيريا مقتولة وخلايا متضررة وبلعميات ميتة بالنسبة للمراجعة توقفي أين توقفتي مع أستاذك ونمر إلى السؤال الموالي ممكن الفرق بين الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية بشرح مبسط اللقاح والمصل الذات واللذات وممكن كيف يطرح السؤال في هذه الحالة فقط الذات واللذات شرحته مرتين ولا أعيد شرح اللذات واللذات وأنتقل للإجابة على السؤال الموالي وسؤالك أيضا حول اللقاح والمصل وأجبت عليه أيضا فقط ركز معي في الفيديو حتى لا نطير في الفيديو الفرق بين اللقاح والمصل إذن الجدول موجود أمامك يمكنك الاحتفاظ بهذا الجدول وننتقل للحركة الإرادية والحركة اللا إرادية إذن الحركة الإرادية هي حركة تتم بإرادة الشخص الهدف منها هي تلبية حاجية الجسم المركز العصبي المسؤول عنها هو ساحة الحركة بقشة المخ ونوع الرسالة العصبية المتدخلة هي رسالة عصبية حركية أما الحركة اللا إرادية فهي رد فعل على تنبيه الفعال الهدف منها يكون لقاية الجسم من أنه خاطر مثلا شخص يضع رجله على مسمار فيسحب الرجل إذن هذه حركة لا إرادية أين تنشأ الرسالة العصبية في هذه الحالة؟ مستوى العضو الحسي المنبه لنفرض أنه تم تنبيه جلد الرجل فتنشأ رسالة العصبية على مستوى جلد الرجل والمركز العصبي المسؤول عنها هو النخاع الشوكي أما نوع الرسالة العصبية في هذه الحالة فهي رسالتان رسالة عصبية حسية ورسالة عصبية حركية ويمكنكم الرجوع إلى مخطط القوس العكاسية وعلى عناصر المتدخلة في حدود الحركة اللا إرادية من أجل أن تفهموا الحركة الإرادية والحركة اللا إرادية إذن كانت هذه أسئلة تقوموا الإجابة عليها أرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت في حلها دمتم أبناء طيبين وفضل على رداءة الصوت